والمدرب دربني كان الكابتن مفتي إبراهيم دكتور مفتي إبراهيم كان عندي 11 سنة كنت بالعب وينجي ليفت وينجي ليفت ماهاش علاقة بالباك وينجي ليفت أنا رجعت باك ليفت لما عندي 16 سنة مع الكابتن طاق بصري في كاس العالم في الناشئين في كندا بس ولعبت بقى رجعت طبعا جاب لي المستخرج وبتاعه وسبني في الصيف في الشتن تعرف كاوي أب المشاكل بقى هتزاكر أمتى ومش هتزاكر أمتى وبتاع والدي توافى كان عندي 13 سنة بعدها بسنتين يعني هي كده فترة سنة وبعد كده توافى والدتي بقى هي اللي تولت تولت الموضوع وبرضو كانت مقاومة شديدة برضو نفس الفكر برضو ما كانش الفكر زي دلوقتي إسلام دلوقتي الموضوع خد جوانب تانية وخد رؤية تانية خاصة طبعا برضو ما انت دكتورة في كل إيه زراعة دمك كهيرة فإيه الكرة دي إيه الكرة دي وبعدين فضلت ماشي متدرج في المراحل بتوازن بقى ما بين الدراسة وما بين كنت أطلع من المدرسة جاري أركب المترو ما كنتش معاه بقى ولا رخصة ولا عربية لسه يعني فما فيش رخص فأركب المترو أنزل في الباب اللوك كالساعتة وبعدين بجاري بسرعة جاري أخد كبرى أصنية لنزل على النادي الأهلي كالساعتة قطع نشقين كله كله والفريق الأول كله في التتش في الجزيرة و أخلص تدريبي و نفس الكلام جاري بسرعة عشان تانيو كنا بتمرن تلت يام في الأسبوع والمباراة كانت يوم الجمعة